سيزة محمد تفضل دي حياة وهو قال انه قبيض بتتخرب و بيرجعها هو وكيف قول لي تجربة قول لي تفاصيل تجربة معينة التفاصيل التجربة هي أول مرة واحد صاحبك يعني بسنا أول مرة كنت قاعد مع نفس صحابي عادي طرحت مشكلة ان فيه واحد طلق مرات واحدة صديقتنا فبقول لها يعني فيها ايه تشوف محلل ويتجوزها قالتلي طب ما تتجوزها انت وتعمل خير قلتليها انت بيتهذري ولا بتتكلمي بجد قالتلي لا انا بتتكلم بجد اعمل خير ويتجوزها انت وخلاص وانت تعرف انت تعرف الزوج والزوجة لا اعرف اعرف الزوجة بس لانها صحبتها في الشغل اللي مطلقة دي صحبت حد انت تعرف صحبت زملتك صحبت زملتي في الشغل عملت كده والفعلة هي ده اللي حصل فراح تجوزتها اه بعديها بيومين تلاتة انفصت رحت بقى قلتلها احنا اتجوز عشان انت ترجع بعد كده الجوزك اه صح اه وتجوزتها وتجوزتها اه كاملا جواز كاملا جواز مكتمل الاركام اه وطلقتها امتى بعديها بيومين تلاتة بعديها بيومين تلاتة وراحت هي رجعت بعد كده الجوزك ما عرفش الله ما عرفش لا انا طلقتها اه اسأل عليها طبعا اسأل عليها زملتك دي لا زملتك دي هتقولك ماشي بس اه رجعت لكن انا يعني زملتك كانت لك انها رجعت بس انا مش يعني دي كانت اول مرة تعمل اه دي مش معناها تاني مرة تاني مرة تاني مرة بقى تاني مرة برضو كان جايلي عن طريق ناس اصحابي اه وغير كده جاي عن طريق الفيس عن طريق الفيس بوك عن طريق الفيس بوك وفي وقعة دي صفحيتك ها اه محلل شرع الرد مطلقات للزوب الأول مجانا لوجه اللي ده بيقولوا في صفحات كتير كمان كده اه وتاني مرة انا افتقرت تاني مرة انا كنت متجوز عادي جدا جدا ما فيش اي مشكلة يعني متجوز عادي جدا جدا يعني مراتي 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 اه انت جوزت اكتر مرة اه وصحبتها انت جوزت اكتر مرة اكتر مرة انت انت متجوز اكتر مرة لا انا دلوقتي مش متجوز اكتر مرة مراتي تمام قالتلي قالتلي في واحدة صحبتي حصل معها كذا 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 تمام فعرضت خدماتك لا هي اللي قالتلي اه هي اللي عرضت علي خلا قلت لها مفيش مشاكل انا بعمل ده الوجه الله مش عايز اي حاجة هو الكلام ده ينفع اسمه الوجه الله عشان بس قانونا قانونا ممكن ما يقش في قدام جريمة بس شارعا وجه الله موافقة شريعته لا يمكن يكون وجه الله عن طريق مخالفة الشريعة بأي حالة الاحوال احنا قلنا العنوان اللي شفناه وراء ظهرنا ده غير موجود شارعا محلل شارعي ده غير موجود ده مش موجود في الدنيا ده مش موجود في الدنيا احنا اتفقنا ان الحجة زينب اطلقت تلت مرات المعلم عباس عايزها لانها حلم حياته وحصل زي ما حصل مع الاولان يطلق او مات الفقهاء يقولوا لاتنين فان مات عنها او طلقها جاز لها الرجوع الى الاول وفكرة المدة انت اتجاوز انت عارف انك هتطلق فكرة المدة اللي حريك قلت عليها قبل كده لا 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 خالص ده دخول بهذا الشكل انا ادخل عشان احللها للاولاني الكلام ده ما نرغيش كتير عشان ما نضيعش المعاني اتجاوز عشان احلل ده مش موجود في دين ربنا ده ملوش ده عنوان مش موجود اشتركوا في القناة